يتفاعل أيضا مع من؟ مع الكحول هذا أثل الكحول إش راح أحصل؟ راح أحصل على أثل بروميد هاليد الكيلي زائد HCl زائد POCl3 مين إجانا الPOCl3؟ آني شعندي هنانا؟ عندي OH وهناش عندي PCl5 وحدة من ذرات الكلور راح تاخذ الـ H وتطلع على شكل HCl حامض الـ HCl Hydrochloric Acin ووحدة من ذرات الكلور راح تجيش تسوي Substitution Reaction مكان الـ OH وراح يصير الكالهلايد شو يبقى عدي؟ تبقى عدي ثلاثة كلور والفسفور ووحدة Oxygen ثلاثة تجيكون POCl3 نانا نتبه وزيين شون حصلت على POCl3 متوازن؟ يا شاطر يقول لي شون حصلت على POCl3 متوازن؟ هو الـ P الفسفور مو مرتبطة بخمس ذرات كلور شون هنا صار متوازن ويا POCl3 يا شاطر يقول لي خلي كتب لي بالتعليق صارة لأنه الأوكسجين عنده 2 L'A لا يا عبد الرحمن مو هذا قصدي لا لأنه جيد هاجر عرفية بنتي لأن الأوكسجين هو double bond فآني كلور صاراً 3 والأوكسجين double bond إذن 5 توازن وهنا أنا عندي إساساً 5 إذن المعادلة صحيحة الميكانيزم مثل ما داش شوفوا أمامكم شوفوا 1 2 3 4 5 5 5 درات كلور نقصة HCl شوفوا هنا نشتار عندي الـ O- المن رح يهاجم الفسفور بعد ما فقد الكلور قلنا هذا leaving group الكلور فمني غادر يأخذ الآس روية يعني الشحنة السالبوية فيترك positive charge وين على الفسفور قلنا دائما من اللي يهاجم negative charge شوفوا هي هاجمة L من positive charge فاش صار عدي صار POCl3 والCL هذي حتى تتوازن وصير صحيحة المعادلة راحت هاجمت منه لأن هذا بعد ما يغادر الأوكسجين إش راح يصير هنا راح يصير هنا عندي positive charge اسمهم مطلوبات لو عادي ما نخليهم سهل ما ما التسمي هاي بس مجرد أثل أو مثل أو بروبل مو مشكلة هسا التسمي أنتم أهم شي يضبطوا لي التفاعل ضبطوا لي الميكانيزم مو مشكلة تسمية ولو أنتم مطالبين بيها بس أهم شي عندي الميكانيزم أنتم راح تفهموها سوي حامض والبقية يبقون أو إتش يعني واحدة بمكان تمام إذن هنا راح يصير عندي الكلور راح يجي هاجم قلت لكم هذا النيكروفايل طبعا داخل الميكانيك يا يا علي الكلور اللي هو negative charge اللي هو نسمي شنو شنسمي الكلور الكلفايل لو نيكروفايل يلا أريد واحد يكتب لي بالتعليق شو بس كرار وهاجر هم اللي يجاوبون شو محد يجاوب البقية وين خانسين نيكروفايل very good نيكروفايل اللي كلور المن راح يهاجم راح يهاجم آها عفية بالشطار راح يهاجم الاليكتروفايل اللي هو من هو الاليكتروفايل اللي هو CH2 الكاربون كمان زين هاذي الميكانيكية مطلوبة ماما هاذي الميكانيكية مطلوبة زين نيجي على التفاعل الخامس مبقى ان شاء الله بس ثلاث تفاعلات نيجي التفاعل الخامس action of thiny the chloride on الكحول تابعوا علي قبل شوية قلنا ويا من ويا فوسفوروز منو ويا فوسفوروز هالايد هسا ويا من ويا ثايونيل كلورايد الكحول الثاني الكلورايد هو عبارة عن SOCL2 كل SOCL2 هو شي سمو هذا المركب ثايونيل كلورايد هذا مطلوب من عدكم شنو هذا SOCL2 ثايونيل كلورايد هذا تكتبوا يامكم ما مكتوب هنا بالسلايد ثايونيل كلورايد هنا ما مكتوب جو الاسم هو هنا مكتوب فوق ثايونيل كلورايد تكتبوا جول المركب الثاني الكلورايد ايضا يتفاعل ويا الكحول بوجود البردين هنا جدا مهم وجود البردين اذا ما حاطلي عسهم بالامتحان اذا انا طالبت وقللك هنا عسهم شنو وما مخليلي ما انطي درجة ترى انطي صفر فانتبهوا ماما كل تفاعل ثاني الكلورايد ويا الكحول لازم يكون بوجود البردين شرا هححصل راحححصل على اثلكلورايد زائدا SO2 زائدا HCl الميكانزمن خاصة نتبهوا علي الميكانزمن خاصة ايضا الكحول ويا من ويا SO CL2 شون الفيسفور قبل شوية واحدة ميلكلور راح تاخذ الهايدروجين راح تطلع على شكل HCl ش راح يبقى راح يبقى هنان عندي شنو positive charge لالنكلور leaving group هذا positive charge منو اللي راح يهاجمه النغative charge اللي هو الاكسجين راح يروح ويشكل كلوية آصر مزدوجة والكلور شوفوا شون يغادر يروح لانه يعتبر نيكلوفايل يهاجم CH2 وحصل على ثلكلورايد زائدا SO2 SO2 كل اشتهلة شوفوا كل الميكانزمات تقريبا فكرة وحدة ماما كل الميكانزمات فكرة وحدة بس اريدكم تركزون يعني انتوا اذا افتهمتوا وحدة من عدهم البقية كلها راح يصير سهلة عليكم رجاء نركزوا ماما ترى بالامتحان جاية مو تقولون ما قلت لكم بالامتحان جاية نصن 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 اجيبها والله جيبها نصن بس اقرو نجح على اخر قبل الاخير والله هالوجين exchange reaction الالكيلبرومide is heated with concentrated solution of sodium iodide in acetone to form الكل iodide عيد الالكيلبرومide هذا الكلبرومide هاليد الكيلي يسخن with concentrated solution of sodium iodide هذا sodium iodide اجيب هاليد الالكيل يسخن with sodium iodide طبعا in acetone to form alkyl iodide طبعا وجود البردين هنانا او الاسيتون ماكو مشكلة اي شي تكتبولي على السهم سواء acetone او بردين عادي صح ش راح احصل راح احصل هنانا انو اني اسوي exchange المن للهالوجين يعني اجيب لك بالامتحان مثلا شون نتحول الاثلبرومide الى الاثل iodide حيوحدا من الاسئلة شون احولها طبعا هواية راح تجيكم اسئلة من هذا التشابتر ركزوا تماما ركزوا ماما شون احول الاثلبرومide الى اثل iodide شنو الطريقة انو اني افعل الNAI اللي هو sodium iodide راح يتحول الى اثل ايودide زائد الNABR مجرد انو اني راح اسوي exchange المن ل اها يصير replacement واضح او exchange يسمو التفاعل الاخير اللي هو يسمو Hans-Dekker Reaction Hans-Dekker Reaction silver salt of carboxylic acid react with halogen to give unstable intermediate which is decarboxylated to form alkyl halides هس راح نفسر جزء جزء silver salt of carboxylic acid هذا silver salt طبعا CH3 CO O اللي هو هذا شنو هذا acetic acid اذا وجود ال-H مو كان ال-AG يعتبر acetic acid اللي هو احنا نعرفه حامض نخليك CH3 C double bond O O H هو acetic لكن هنانا سمينا silver salt of carboxylic acid يعني ملح منو ال-AG ال-AG اللي هو منو الفضة ملح الفضة اللي للcarboxylic acid react with halogen يتفاعل ويا ال-Halogen to give unstable intermediate اللي هو مثل bromide which is decarboxylated to form ال-Kyl هلايت شوفوا هنسا هنانا هذا ملح silver salt of carboxylic acid بوجود ال-Halogen in the presence of CCL4 CCL4 هو اللي منو chloroform CCL4 هو درة كاربون مرتبطة بأربع درات كلور يسمو chloroform شراح نحصل على مثل bromide شراح أحصل على مثل bromide زائد AGBR اللي هو ملح زائد CO2 راح أشوف شنو اللي قصد بإنترميديات بالبداية شوفوا ش راح يصير عندي هذا silver salt of carboxylic acid راح يتفاعل ويا ال-BR2 بالبداية راح تغادر عندي ال-AGBR هذا أول شي راح يغادر طبعا هذا الناتج هذا مو إنترميديات هذا الناتج الفاينل لكن هذا الناتج الإنترميديات تسرح راوي كومية إذن هذا الناتج إنترميديات اللي هو منو هذا ملح الحامض الكاربوكسيلي اللي هو منو لل-BR شي سمو Bromo salt of carboxylic acid هذا silver salt of carboxylic acid هذا Bromo salt of carboxylic acid ش راح يصير هنانا بالبداية ال-BR راح ينفصل عن ال-O وهنا يحمل شحنة سالبة بإضافة لهذا يحمل شحنة سالبة راح نطرح جزيئة CO2 وش يصير عندي من أطرح جزيئة CO2 طبعا هذه الأسرة حتى تستقر مال الأوكسجين راح تيجي هنانا وترتبط ويا الكاربون وهنا عندي ال-CH3 salt of carboxylic acid أفاعل ويا ال-BR2 بوجود لكلوروفور اكتر هاي أخير محاضرة ايمانا هاي آخر محاضرة إن شاء الله أوكي إذن راح طلاب نتبهوا علي هاي سديك ال-Reeaction راح أكتفي فقط بالمعادلة الأول وحدة ما أريد هذا ال-Intermediate المركبات واضح راح أعيد الميكانزم هذي راح أعفيها عنكم ما أريدها من عدكم أوكي تمام بقيت الميكانزم ما تسهل عليكم أريدكم السيطرون عليها مو أجيب لكم ياها بالامتحان ما تعرفوها إذن راح أكتفي فقط بالتفاعل هذه الميكانزم ما مطلوبة من عدكم واضح إذن هسه شكم تفاعل عندنا سبع تفاعلات حتى أحضر ال-LK ال-Helide عندي عندي سبعة ال-Preparation of ال-Kel-Helide هاي ال-Preparation method of ال-Kel-Helide جدا مهمة تقروها وتقروها وتقروها الميكانزم مالتها وذني السلايدات اللي شرحتها لكم بالبداية أيضا تركزون عليها هذا السؤال أيضا مهم ما لل-Reaction of نيكلوفيلك substitution and elimination هذا مهم تركزولي عليه الميكانزم وال-Preparation method جدا مهمة MCQ ترى يجيبلكم منانا ويجيبلكم true and false دكتورة حضور واجبات وانشطة طبعا هاي كلها حاسبة لكم ياها ماما حتى أسبوع جاي دوام بالنسبة إن إحنا دوام بالنسبة لكم ما أدري دكتورة سجلت المحاضرة نعم هاسة إحنا لحن هانا ما لحق الدقيقة ماما هاسة خلي أسوي stop sharing لل اللي